مرحبا 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 أنا روان داش كل يوم بنشوف ناس على الانترنت بتعمل فوتوشوب لوشها والجسمها والحياتها بالكامل قررتني هعمل تجربة على متابعيني لمدة 48 ساعة وأحاول أقنع الانترنت بالكامل أني مسافرة وأنا حرفيا قعدة في القوضة ومن خلال التجربة دي حبيت أوضح لكم فكرة مهمة جدا وهي أنه مش كل حاجة تشفوها على الانترنت المفروض أنكم تشدقوها قبل ما نبدأ الفيديو عايز أقولكم أن هي دي تعليقات النهاردة عايز أقولكم شكرا من كل قلبي على كلامكم اللي يجنن ولو أنتو حابين تعليقكم أنتو يطلع معايا في الفيديو الجاي كل اللي عليكم تعمله هو لايك على الفيديو وعملوا سبسكرايب في قناتي واسيبوا تعليقاتكم تحته بس ودلوقتي خلونا نبدأ الفيديو سو لاتس جو علشان أحاول أقنع متابعيني مليون في المية أني مسافرة على نيويورك هحتاج لخطة والخطة دي لازم أن هي ما تخرش المية دلوقتي لو أنتو مش عارفين فأنا عايشة في الإمارات والطيارة من الإمارات لنيويورك بتاخد على الأقل 13 ساعة فمش هيكون منطقي أبدا أني أنزل صورة كأني في المطار وبعدها بساعتين أنزل صورة تانية كأني في النيويورك وعلشان كده جت لي فكرة افتكرت أنه أنا مبارح حرفيا اليوم كله ما كنتش موجودة خالص على السوشيل ميديا وكنت مختفية فقلت ليه ما أنزلش ستوري دلوقتي على الإنستجرام وأقول فيها أنه كنت مختفيا مبارح لأنه كنت في الطيارة والطيارة كانت 13 ساعة وكي هعمل الإيموجي بتاع الطيارة وهعمل الإيموجي التاني اللي هو دلوقتي هنزلها نزلت وكي وقت الستوري التانية فهكتب أنه والبارح كان أطول يوم في حياتي وطيارة بتاعتي كانت 13 ساعة علشان كده اختفيت عنكم وكي تاني ستوري بوش وجد مش عرفة ليه أنا مرعوبة وحاسة أن أنا طول الوقت قاعدة بعمل حاجة غلط هستنى كمان شوية وأرجع تاني على الإنستجرام علشان أشوف ردة فعل ممتابعيني عاملة ازاي 10 ساعة بعد Oh my god guys الناس بمعنى الكلمة كلهم مصدقين أن أنا مسافرة فيه اللي بيقول رايحة المالديفز فيه اللي بيقول رايحة بارس فيه اللي بيقول رايحة مصر حاسة بإحساس وحش قوي أن أنا دلوقتي هطلع بكذب في الآخر بس بجد يعني هاي دي فكرة الفيديو أني أشوف التجربة دي هتنفع ولا لأ الساعة دلوقتي في الإيمارات الثلاثة العصر وعندهم في أمريكا الساعة تقريبا 7 الصف فهنزل دلوقتي ستوري على الإنستجرام كأني ماشية في شوارع نيويورك وطبعا لأنه أنا معرفش أي حد في أمريكا فهضطر أني أعمل حاجة ما بحبهاش أبدا وهي أني أسرق محتوى حد عايش في أمريكا وبدأت من هنا رحلتي لسرق محتوى كل الناس اللي عايشين في نيويورك وبجدا أسفة جدا أكتر صورة حسيتن هي وقعية جدا من شوارع نيويورك هي الصورة دي حسيتن هي يعني فعلا كأنه أنا اللي مصوراها هحط الوكيشن أني أنا في نيويورك أنا مرعوبة مرعوبة أني أنزلها أصلا مش عارفة شكلها حقيقي ولا لا أنا حسنوا شكلها حقيقي بس الله يستر مش عارفة الناس هتصدقني ولا هتكذبني من أولها الستوري نزلت دلوقتي على الإنستجرام فخلونا نشوف ردة فعل الناس هتكون عاملة زي بعد شوية تخيلوا أن الناس كلها حرفين مصدقة أنه أنا دلوقتي في أمريكا الكل بمعنى الكل ما قاعد بيبعث لي حمد الله على السلامة فيه ناس بتقولي اعمللنا فيلوجز الكل متحمس الكل مصدق والخطة مشيت بنجاح جوز بنين ستارز بعتالي دي ام بتقولي خديني معاك اشتقت لأ وأنا رد عليها بقولها تعالي تعالي هنعد هنا أنا وإنتي مع بعض ونقنع الناس إن إحنا في أمريكا لحد اللحظة دي الناس كلها تقريبا كانت مصدقة مني في نيويورك لحد ما شفت التعليقات دي أوكي جماعة جات لي فكرة خطيرة حرفيا وأعتقد أنها هتقنع الناس مليون في المية أكتر من الأول إن أنا فعلا في نيويورك ثم بارح وأنا بدور في الإنستجرام بتاع البنت العيشة في نيويورك جاي عندي الفيديو ده اللي هو شكله حقيقي جدا شوفوا فجات لي فكرة إنه ليه ما سجلش صوتي على الفيديو وبعد كده أنزله على الإنستجرام جايز وأخيرا وصلنا على نيويورك شوفوا ما أحلى البيو والجو يجنن جايز وأخيرا وصلنا على نيويورك شوفوا ما أحلى البيو والجو يجنن يا رجل يا رجل الفيديو نزل احساس ان انا انا قادة هنا بكذب على متابعيني قادة بزاي في حياتي اقدر اقول لكم ان هو اسوأ احساس حسيته في حياتي بجد مش عارفة لأي عايز اقنسل الفيديو واصور لكم فيديو عادي زي ما تعودتوا علي بس هنكمل اول تعليق سلبي جالي هو باين انه مش بتاعك الفيديو وفيه واحدة تانية تحسوها شك ان انا مش في امريكا كتبالي هم دي حاجة غريبة جدا الناس بدأت تشك وتاخد بالها ان انا مش مسافرة واحنا لسه في اول التحدي مفيش اي حد بيسافر من غير ما يتصور مليون الف صورة في البلد الجديدة اللي هو فيها فهنزل من البيت واخلي حدي يصورني ويعملي فوتو شوت علشان نعمل للصور دي فوتو شاوب اوكي جماعة سو درجة الحرارة حاليا في امليكا لما شفت هي 15 فحسيت ان هو هيكون احسن وهيكون حقيقي اكتر لو البست جاكت كده خفيف فهو ده الاوتفت بتاعي حاليا وعلى اساس انه هنروح على سنترل بارك اللي هو حرفيا اشهر مكان في النيويورك انا كنت فاكرة ان انا همقلبكم بس انتو طلعتوا وبتلاحظوا كل حاجة اللي انا هعملوني هتجاهل تماما التعليقات السلبية دي وهبدأ انزل ستوريز عادي على الانستجرام كأني فعلا في النيويورك وعلشان ابين الموضوع حقيقي اكتر هنزل ستوري دلوقتي على الانستجرام واقول فيها انه ايه المطعم اللي اروح ااكل فيه النهاردة اوكي جماعة سجلوة دلوقتي لأول صورة اللي هعمل لها فوتو شوب تمت المهمة بنجاح صراحة مش هكذب عليكم بعد ما خلصت الفوتو شوت حسيت اني هموت من الجوع فقررت اني اعمل نفسي رايحة اتغدى في مطعم في امريكا دورت ودورت 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 لحد ما لقيت المطعم المناسب مطعم فايف جايز واحد من اشهر مطاعم الفاست فود اللي موجودين في النيويورك فالخطة بتاعتني اروح واطلب اكل من المطعم ده واعمل نفسي كأني في الفرع بتاع نيويورك ووصلنا على المطعم اللي المفروض يكون في النيويورك بس احنا في ابو دبي في حاجة انا ما خدتش بالي منها وهي انه الساعة دلوقتي في النيويورك تسعة صفح يعني ده مستحيل يكون وقت غدا في امريكا فالله انا هعمله اني هطلب الاكل وهستنى لحد الساعة تقريبا ثلاثة او اربعة في امريكا وبعد كده هنزل الفوز دي شكلها كأني في امريكا احلم 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 لانه في واحدة دخلت كتبتلي لو البرجر حلال وده معناه ان هي مصدقة ان انا فعلا في نيويورك وباكل برجر طبعا ما فيش اي سفرة في العالم ممكن تتم من غير صورة على الانستجرام وبصراحة مش هكتب عليكم ده اكتر جزء انا خايفة منه لانه انا في الفوتوشوب صفر وانا بتجسس مبارح على كل الناس اللي عايشين في امريكا طلعتلي صورة الراجل ده عمه واقف في سنترل بارك مبسوط بيدحك الجو حلو الجو شمس فقررت امي اسرق صورة عمه انا اسفى جدا يا عمه ان انا بعمل كده بس انت لازم تروح من الصورة دلوقتي دي ابشع حاجة ممكن اعملها فحق الفوتوشوب بجد او ماي جود او ماي جود قدقي الموضوع يبان فيك هحاول احط نفسي كده قدام شوية واخبي رجلي لانه بحس لو سنتها كده هيبقى الموضوع فيك قوي اوكي جماعة اعتقد ان الصورة كده بقت جاهزة انا خلاص استسلمت مش عارفة الناس هتقول ايه لما يشوفوا الصورة دي هل هيصدقوا هل هيكذبوني انا مش عارفة اول مرة اكون حاسة بكمية الخوف ده بس من اني انزل صورة على الانستجرام يا الله واخيرا زرت نيويورك كوائز الصورة بقت محطوطة على الانستجرام بتاعي انا حاسة ان انا هموت من الخوف حاليا بجد لا 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 مش عايزة اشوف التعليقات قدم انا خايفة دلوقتي في صفحة اخبار نزلت على صفحتها بتقول روان داش تسافر الى نيويورك الحمدلله على السلامة اوه ماي جود اوكي ده اكبر دليل ان الناس فعلا بدأت تصدق خلونا دلوقتي ندخل على البوست ونشوف ايه التعليقات اللي عليه لحد دلوقتي التعليقات حلوة جدا فيه ناس من اصحابي عاملين لي كومنز ما يعرفوش ولا عندهم اي فكرة اصلا ان انا فعلا في البيت اوكي اول تعليق سلبي وهو فوتوشوب بس كده فوتوشوب حسة كأنها فوتوشوب حسن نصورة فوتوشوب اوكي الواضح كده ان فيه ناس كتير جدا شكين انه انا بعمل مقلب فهعمل اقصى ما في جهدي لحد ما يصدقوا اوكي جماعا جيت لغرفة محمد اخوية لانه محدش يعرفها ابدا لا على الانستجرام ولا على اليوتيوب ولا على اي حتى في السوشيل ميديا فلانا هعمله اني هصور شوية انستجرام ستوريز كده هقول فيهم ان انا في نيويورك وصلت دلوقتي على الفندق وحطيت حاجاتي جايز واخيرا جينا على الشقة اللي احنا مقجرينها جايز واخيرا جينا على الشقة اللي احنا مقجرينها في نيويورك هنرتاح هشيل الميكوب وهرجع لكم تاني وهوريكم نيويورك بالكامل بالليل وهوريكم هنعمل ليل النهاردة يا لهوي على الكذب بعد ساعة قررت اسجل صوتي تاني على فيديو جديد من شوارع نيويورك اوكي يا جماعة هوا دا الفيديو وهسجل صوتي هنا برا في الشباك جايز الفيوي يجنن يجنن انا بصراحة مش عايز احرق لكم حاجة لانا بصور لكم فيلوج بس شوفوا مأحلام يايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي فالنهارده اليوم التاني وانا بحاول اقنع متابعيني اني في امريكا وانا في البيت الصورة اللي انا نزلتها مبارحة على الانستجرام كانت الصبح فقررت النهارده اني انزل صورة على الانستجرام بالليل ولقيت الصورة دي بتاعت واحد كده واقف في شوارع نيويورك اول حاجة اللي هزم عملها هي اني اغير لبسي لانه المفروض انه في نيويورك بالليل بيكون الدنيا برد اوكي جايز خلصت لبس وهو ده الاوتفت اللي انا اخترت اني اتصور به الصورة حاسة لايقوي يكون كده في نيويورك جاكت اسود شنطة سودة لاجينجز اسود كل حاجة اسود في السود لانه الاسود هو عشقين انتم عارفين صراحة حاسة اني ناقص حاجة مهمة اوي وبدأت من هنا تصور الصورة اللي هعمل لها فوتو شاوب وعندي الصورة هنا ودلوقتي جي الوقت اللي انا ما بحبوش وديه فعاليا اصعب حاجة في الفيديو كله وهي الفوتو شاوب اول حاجة لازم عملها هي اني اشيل الولد ده من الصورة الصورة دي لو نزلتها هي اللي هتكشفني بجد ان انا بكذب لانه الصورة باينة مش طبعية ابدا اوماي جود كايز مفروض انزلها دلوقتي انا خلاص استسلمت انتو اسكية وهتعرفوا كل حاجة كده كده سو هنزلها وخلاص اوكي بسم الله كايز الصورة نزلت عندي احساس كبير قوي ان الناس هتقصف جبهتي وإحساسي فعلا طلع في محله دي اكتر مرة احس فيها بالاحراج في حياتي كمية الناس اللي دلوقتي خلاص تقريبا عارفوا انه هو مقلب وانه هو فوتو شاوب مش عارف عامل ايه يعني هل اكامل الفيديو ولا اكمل بجد مش عارف عامل ايه وبالرغم عن كل التعليقات السلبية اللي جاتلي تحت الصورة الا انه كان فيه ناس كتير جدا مسدقين وبكده جايز ان اكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة اتمنى يكون الفيديو عجبكم انتو اكتبوا لي تحت في الكومنس لو المقلب ده مش عليكم ولا لا ولو صدقتوا ان انا فعلا صفرت نيويورك عملوا لايك على الفيديو قبل ما تطلعوا منه وكمان اشتركوا في قناتي وعملوا سبسكرايب علشان ما يرحش عليكم اي فيديو جديد وبس جايز دلواتي عايز اقولكم thank you so much for watching بحبكوا ادى دنيا كلها وان شاء الله هشوفكم في كل الفيديوهات الجاية bye guys اشتركوا في القناة